بحفظ الله ورعايته يغادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم غدا الأحد الثاني من ربيع الآخر لعام 1440 هجرية الموافق التاسع من ديسمبر لعام 2018 ميلادية متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لترأس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة التاسع والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستعقد في العاصمة الرياض رافقت سموه السلامة في الحل والترحال